أهلاً بكم في الأجندة في عالم النباتات والزهور هناك نباتات والزهور تسمى النباتات المفترسة أو الزهور القاتلة تتغذى على لحوم الحشرات التي تقع في مصائدها زهور منظرها جميل ورائحتها زكية لكن هذا الجمال وهذه الرائحة الطيبة هي مجرد وسائل خداعية لاستياد الفرائس تعجب الحشرة بالمنظر الجميل للزهرة أو بالرائحة الزكية لها فتقع عليها وهناك تلك مصرعها حيث تقوم الزهرة بالقبض عليها وابتلاعها مثل هذه الزهور القاتلة هناك أفكار قاتلة أفكار قاتلة مظهرها جميل رائحتها أخاذة لكنها في الحقيقة مجرد أفكار شيطانية تتغذى على لحوم البشر وتتسبب في تخريب حياة الشعوب وإلحاك الأذى بها من أكثر تلك الأفكار القاتلة خطورة على المجتمعات الإنسانية فكرة العنصرية وخصوصا العنصرية التي تستند إلى مرجعية دينية مثل العنصرية الإسرائيلية والعنصرية اللاشبية لماذا؟ لأنها تلحق الأذى بالمجتمعات وبالأديان وبالبيئة الإنسانية بشكل عام مثل هذه الأفكار القاتلة لا يجوز أن تظل في مأمن من النقد والتعرية بل يجب وجوباً أخلاقياً وإنسانياً وسياسياً على المجتمعات التي ابتليت بها يجب أن تكون بواجبها في محاكمة هذه الأفكار وكشف حقيقتها للناس بكل صراحة وحزم وحسب وفي هذا الإطار تأتي هذه الحلقة استجابة لطلب العديد من المتابعين خلال الفترة الماضية طلب مني مراراً مرات عديدة إخضاع مفهوم الاستفاء العرقي للنقاش والنقد لأن هذا المفهوم هو المبدأ الذي تقوم عليه منظومة الأفكار السياسية للحركة الإمامية في التاريخ هو القاعدة والأساس وبسقوط هذا المبدأ تسقط المنظومة برمتها هذه الحلقة ستناكش مفهوم الاستفاء في القرآن الكريم وكيف يوظفه السلاليون لتحقيق مصالحهم السلالية وتقدم الأدلة العقلية والنقلية الواضحة على بطلان فكرة الاستفاء العرقي الاستفاء العرقي العنصري وتكشف العديد من الخدع السلالية المتبعة لتضليل البسطاء والمغفلين في مختلف البلاد العربية موضوع هذه الحلقة كما قلت هو المشكلة مشكلة الاستفاء العرقي أو مفهوم الاستفاء العرقي فكونوا معنا كان القرآن يدرك من البداية أن هناك من سيستغله بصورة خاطئة لخدمة أهدافه الخاصة ونزواته الحقيرة ولهذا اتبع القرآن تكتيكا جيدا أو رائعا لكشف هذه المحاولات وذلك بطرح حزما من الشروط لفهمه الشروط لا بد ما تتبعها أو تطبقها علشان تفهمها منها شرط الاحتكام إلى قانون اللسان العربي كواعد اللسان العربي فيه مثل قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا قرآنا عربيا يعني كلام عربي وليس موضوعات عربية كلمة قرآن تشير إلى الناحية الصوتية والكواعدية في الكتاب لكن القرآن طبعا القرآن شيء غير الكتاب الكتاب يعني موضوعات القرآن هو الجانب الصوتي والكواعدي لكن القرآن يدرك أن بعض الخبثاء سيتلعب بمعاني بعض الألفاظ وسياقاتها بهدف توجيهها لمصلحته أو مصلحة طائفته كان يدرك ذلك ولهذا وضع القرآن شرطا آخر لفهمه هو شرط الاحتكام إلى المحكم من القرآن قسم القرآن آيات على قسمين قسم سماه المحكم وقسم آخر سماه المتشابه وقال إن الخبثاء الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون قسم المتشابه بهدف فتنة الناس يعني أدخالهم في حالة حيرة لأن هذا القسم في القرآن قسم المتشابه فيه بعض الغموض ويمكن التلاعب بمعانيه لهذا يقول القرآن للمؤمنين يجعلوا المحكم أم الكتاب يعني المرجع مرجع إذا حيركم أمر من المتشابه ارجعوا إلى المحكم إذا تشابه لديكم أمر ارجعوا إلى المحكم قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب الأم هي المرجع وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني علشان يقولوا شوفوا التأويل معناها تحقيق في الواقع هذا الواقع الذي نحن فيه مطابق لما هو في القرآن الكريم نحن عنصريون هذا مطابق للآيات القرآنية في العنصرية لكن ما هو المحكم؟ في كلام هنا عن المحكم لدى الفقهاء نحن أريد أن نبسط المسألة العربي زمان كان يسمي القصيدة التي يظل صاحبها يهذبها ويصلحها طوال العام يصلح عيوبها يسميها قصيدة محكمة أو محككة يعني كصيدة لا عيبة فيها ولا واضحة مثل الكربة المحكمة التي لا يتشرب منها الماء زمان كان فيه كرب يعبوا الماء فيه كرب الكربة التي نكط منها ماء هذه كربة غير محكمة والكربة التي تمسك الماء كربة محكمة قياساً على هذا العرف من الواضح أن الآيات المحكمة في القرآن هي الآيات التي يصعب إنكار معانيها ما تسربش أو يصعب التلاعب بها لماذا؟ إما لأن معانيها واضحة لا تقبل التأويل لا تقبل التأويل على أكثر من وجه يعني مثل قوله تعالى وَلَكَ تَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ هذه آية واضحة محكمة عبارة واضحة لا تقبل التأويل بغير هذا المعنى كرمنا يعني كرمنا وإما لأن المعنى تكرر في عدد كثير من الآيات بما يدل على كونه قيماً من قيم الإسلام هذا هو المحكم إما يكون العبارة النفسية واضحة لا تقبل التأويل أو تتكرر الآيات حول قيمة معينة من القيم أو حول موضوع معين من الموضوعات حتى يصبح بمثابة قيمة هذا يصير محكم مثل قيمة العدل مثلاً العدل هذه قيمة تتردد في أنحاء كثيراً من آيات القرآن وعلى هذا تصبح هذه الكضية كضية محكمة وعلى هذا فإن مسألة الكرامة الإنسانية مثلاً وكضية العدالة الإلهية والعدل الاجتماعي تصبح من محكمات القرآن التي لا تقبل التشكيك مطلقاً وإلا يبطل القرآن نفسه لأن هذه وردت بنص واضح لا يقبل التأويل وهذه وردت حولها آيات كثيرة ومن ثم هذه المعاني هي من المحكمات التي ينبغي على المتلقي أن يحتكم إليها عندما يشتبه عليه الأمر في آيات أخرى يبدو ظاهرها مخالف لهذه المحكمات عندما يجد قارئ القرآن آيات كالتوحي باحتكار الإنسان أو التقليل من شأنه أو تحمل إيحاءات عنصرية لا تتفق مع عدل الله والقيام الدينية العليا والنصوص الصريحة أو النصوص الصريحة في القرآن عندما يجد ذلك عليه أن يرجع فوراً إلى المحكم من القرآن الشيء الذي يتفق عليه الشيء الكطعي ويفهم هذه المتشابهات في ظوه وهذا ما لم يفهمه أو ما لم يفعله أصحاب التأويلات العنصرية السلالية في الإسلام تجاهل هذا تماماً كما سنرى بعد قليل يطرح السلاليون على استحياء وعلى خوف فكرة عنصرية تقول إن الله قد اصطفاهم وفضلهم على السلالات البشرية الأخرى ويستندون في ذلك يحاولون الاستناد في ذلك إلى آيات قرآنية أو إلى آية قرآنية محددة في سورة آل عمران تقول هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عبران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله صميع عليم ويقولون للسذج والمغفلين من الناس وما أكثرهم في بلادنا يقولون لهم انظروا لقد نص القرآن على اصطفاء آل إبراهيم ونحن كما تعلمون من آل إبراهيم ذرية بعضها من بعض فهل تعترضون على كلام الله أم تحسدوننا على ما آتنا الله من فضله وقد آت الله إبراهيم الكتابة والحكمة وآتا آله الكتابة والحكمة وآتاهم ملكاً عظيمة طبعاً هذا هو التأويل العنصري للقرآن يستغل جوانب الغموض في الآية ليوجهها وجهها عنصرية خبيثة ويمارس حزمة مغالطات وطبعاً الغموض في القرآن ممكن يستغل الصاحب أي بدعة حتى أصحاب المسيح ممكن يستغلوا بعض آيات القرآن في إثبات عقيدة التذليث وفي إثبات الصلب وفي إثباته هذا ما يفعلونه فهذا استغلال غير شريف للقرآن الكريم وأول ما ينبغي أن يقال أو يرد عليهم في ذلك هو أنه إذا كان الدين يميز بين الناس على أصص عنصرية جينية فهو دين باطل ابتداء ولا يستحق الاتباع والإله الذي يدعو إلى ذلك إله مزيف غير حقيقي لا يمكن يكون إله لماذا؟ لأن الدين فكرة في نهاية القبطاف هو عبارة عن فكرة والفكرة التي يطرحها الله لابد أن تكون أعلى وأعظم وأنبل وأشرف من الفكرة التي يكدمها البشر فكرة العنصرية ليست فكرة راكية ولا نبيلة بل فكرة حقيرة بكل المكاييس العلمية والعقلية والدينية مقارنة بأفكار بشارية أخرى مثل الدمقراطية مثلا الديمقراطية وهي فكرة بشرية أشرف منها وأنبل وأكرم لأن الديمقراطية تؤمن بمبدأ حقوق الإنسان وكرامته وتقوم على مبدأ المساواة بين البشر فهل يكون الفيلسوف المادي جون لوك أشرف وأنبل وأعظم من النبي محمد؟ هل يكون عطاء البشر أعظم وأنبل وأشرف من عطاء الأنبياء؟ البشر العابيين يعني؟ لا يمكن لا يمكن الله يعطيك فكرة عنصرية ويجي جون لوك يعطيك فكرة الديمقراطية التي أرقى منها وأنبل منها وأشرف منها إن فكرة الاصطفاء العرقي تصبح مدخلا للتشكيك في الدين برمته ومدخل للتشكيك في العدالة الإلهية نفسها كما قلنا في حلقة سابقة طبعا قد يقول بعض المشاهدين لكن القرآن تحدث عن الاصطفاء وتحدث عن التفضيل فأين تذهب من هذه الآيات؟ ونحن نقول له لا تستعجر رزقك عاد معنا كلام طويل في الموضوع وما يكفيش حلقة واحدة حلقة نفسها لن تتسع لكل ما نريد كونه ما طلب منك بس تصبر نفسك شوية إلى نهاية الحلقة وستجتمع لديك أجزاء الصورة الضرورية وستستمع كلام ربما لم تسمعه من قبل وتتعرف على معاني وكضايا لم تسمعها من أفواه شيوخ الدين الذين اعتادوا على نقل الزيف جيلا فجيلا شيوخ الدين للأسف كانوا بمثابة اليراقات التي حملت بيضة البعوض كان خبثاء الشعوبية والتشيع في الكرون الأولى يضعون بيوضة العنصرية والمذهبية في يراقات أهل السنة كان أهل السنة مثل اليراقات بس يتحملوا أفكار الخبثاء هذوله والشعوبيين لكي يقوموا بنشرها نيابة عنهم وهكذا كان دائما الحمار السني في خدمة الثعلب الشيعي طوال الوقت والمثل يقول رزق الهبل على المجاني إذن كيف نفهم الآيات التي وردت فيها كلمة الاصطفاء؟ ما مفهوم الاصطفاء في القرآن الكريم؟ وما الدليل على أن فهمنا لها هو الفهم الصحيح وفهم السلاليين العنصريين هو الفهم الباطل؟ وردت كلمة اصطفى ويصطفي ومشتقاتهما في القرآن في سياقات عديدة بعضها في سياق الحديث عن الملائكة وبعضها عن الرسل وبعضها لبشر عاديين مثل مريم أم المسيح ومثل طالوت الملك وكلمة اصطفى في اللغة تعني اختارة الاستفاء هو الاختيار والمصطفى هو المختار لكن الخبثاء حاولوا تلغيم هذه الكلمة في القرآن بمعاني ودلالات عنصرية من خلال القيام بعملية خداعية هي الإيحاء بأن مفهوم الاستفاء في القرآن مفهوم عرقي عنصري جيني فحين يقول الله أو يقول القرآن إن الله اصطفى آل إبراهيم فهذا يعني أنه اصطفى جينات واصطفى ذرية كاملة هكذا يوحون وهكذا يكدمون الفكرة في حين أنه مجرد استفاء وظيفي اختيار وظيفي زمني لا عرقي ولا ممتد في الذرية كما سنثبت بعد قليل هذا استفاء وظيفي في ناس معهم وظيفة اختارهم للوظيفة هذه وتوكلوا على الله وانتهى الموضوع هي وظيفة النبوة أو وظيفة الملك أو وظيفة الولادة مثل مريم وظيفتها كانت تولد بطريقة خاصة وهذا معنى أنه اصطفاها على نساء العالمين بس لأنه نساء العالمين ما ولدوش بالطريقة هذه هذا اختيار لمهمة خاصة آية آل عمران السابقة جاءت تخاطب بني إسرائيل في زمن النبي محمد وتذكرهم بأن الله قد اختار بعض أجدادهم لوظيفة محددة هي وظيفة تبليغ الرسالة الإلهية إلى الناس وبدلا من أن يشكروا الله على أنه عرفهم بالحق وشرفهم به ذهبوا يستغلون هذه الميزة التاريخية في التكسب الدنيوي والاستعلاء على الناس من حولهم والدعاء المكان الخاصة بين الناس ويقولوا نحن أبناء الله وأحباءه ما دام اختار الأنبياء مننا وهي مجرد قبيلة اختار منها الأنبياء مثل ما يختار الله يعني اختار مثلاً قبيلة اليونانين تخرج منهم الفلسفة وظيفة للكبيلة فيرد عليهم الله قل لهم يا محمد إن كنتم أبناء الله وأحباءه فكما تزعمون فلما يعذبكم بذنوبكم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق القرآن يتحدث عن اصطفاء وظيفي لا عن اصطفاء عركي الله اختار فلان من الناس ليكون رسولاً إليهم منه ولم يختاره لأن جيناتاً مختلفة ومميزة عن جينات الآخرين ولا قال إنه اصطفاء ذرية من بعده ما فيش هذا الكلام إماء الشركة مقاولات لفلان وعياله وذرية هذه وظيفة نبوة تحدث مرة واحدة بس وليس هناك حديث عن الذرية مطلقاً وردت عبارة ذرية بعضها من بعض في آية آل عمران صحيح لكن المعنى أنه هذا النبي جاء من هذا النبي آل عمران جاءوا من ذرية آل إبراهيم آل إبراهيم من ذرية نوح نوح من ذرية آدم هذا هو المعنى تعني أن ذرية هؤلاء الأنبياء جاءت كل نبي جاء من ذرية النبي لكبلة ولا تعني أنه أصبحت الذرية كلها مصطفى مختارة مفهوم الاصطفاء في القرآن مفهوم وظيفي لا سلالي عربي ولماذا أصلاً يصطفي ذرية؟ لماذا يصطفي ذرية كاملة لا وظيفة لها في الحياة سوى العيش على السحط السحط والاستعلاع على الناس وحرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية باسم الولاية والاصطفاء والكلام الفارغ الله لا يعبد ولا يفعل أشياء بدون حكمة إذن ما حكمة اصطفاء هؤلاء الفاشلين الفاسدين المستكبرين آكلية السحط إذا قالوا أن الله اصطفاءهم ما هي الحكمة؟ الله لا يعبد الله لا يلعب النردة في الكون كما قال أينشتاين كل شيء له وظيفة تقول لي أنه اصطفى عبد الملك والذي اصطفى فلان الفلاني من الناس لازم يكون في حكمة ليش؟ ماذا كدموا للبشرية لكي يصطفهم؟ هل اكتشفوا الكهرباء والنسبية والجاذبية وقوانين الفيزياء؟ هل كدموا للبشرية شيئا مفيدا في أي مجال من المجالات؟ الإنسانية أو العلمية؟ هل لهم عقول وسمات خاصة غير موجودة في بقية الناس؟ هل إيمانهم أكثر من إيمان الناس؟ هل حكمتهم أعلى من حكمة الناس؟ نحن شايفينهم وعارفينهم إذن لماذا نفتري على الله الكذب؟ لماذا نفتري على الله الكذب؟ بالقول أنه يحابي مجموعة من الراكدين الفاشلين آكلية السحت عايشين على النهب باسم الخمص واسم الربع واسم ال... يعني بالعودة إلى الآية السابقة سنحلل التأويل العنصري للإصطفاء إن شاء الله في الفكرة القادمة ونشوف إلى أي مدى هم قادرين على التزييف لكن بعد أن نستمع إلى مقطع لواحد من شيوخهم من شيوخ السلالة في اليمن وهو يحاول بذكاء ولطف وحرفية تسريب المفهوم العنصري للإصطفاء إلى ذهن المشاهد وإلى قلبه من خلال محاضرة كاملة يؤصل فيها الإصطفاء الآئمة إصطفاء الآئمة السلاليين نحن سنأخذ مقطع قصير منها سنشتزئ منها هذا المقطع القصير ثم نعود لمحاكمة الفكرة وتفنيدها بالبرهان الواضح ولهذا الإمام إن قلنا أنه مصطفى أي الله اختاره والله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريه قال لا ينال عهد الظالمين إن الله سبحانه وتعالى حين جعل الإمامة في ذرية إبراهيم كان هناك شرط أساس وهو العدالة وترك الظلم فكل ظالم لنفسه وكل باغ وطاغ لا يستحق الإمامة ولا يصح أن يقود الناس وأن يكون للناس قائدا لا يصح أن يكون قائدا إلا إذا أمر بالقصد وعدل في نفسه أولا فيضع نفسه موضعها ويقدر نفسه قدرها ما أنت أيها المصطفى ربما لاحظتوا كيف أصل لفكرة الإمامة السياسية بالآية القرآنية وقال أنها تجعل الإمامة في ذرية إبراهيم هكذا من عنده الآية إني جاعلك للناس إمامة لاحظتوا كيف فسرها لاحظتوا كيف عبأ كلمة إماما في الآية بدلالة السياسية مع أنها كلمة عامة تعني القدوة الأخلاقية للناس إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك قدوة أخلاقية وزعيما دينيا ما فيه هذه صورة من صور الخداع اللطيف الذي يمارسونه على عقول الناس يؤصلون للفكرة السياسية للإمامة السياسية بآية قرآنية تتحدث عن الإمامة الأخلاقية إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك للناس قدوة أخلاقية وزعيما دينيا لأن إبراهيم لم يكن إماما سياسيا مثل الإمام يحيى حميد الدين ولا الإمام أحمد المعنى في الآية واضح وحاسم إني جاعلك للناس إماما يعني زعيما دينيا لأنك أبو الأنبياء في من ذريتك أنبياء لكنهم يدلسون يدلسون على المغفلين ويوهمونهم بأن القرآن يتحدث عن الإمامة السياسية في ذرية إبراهيم كلها إلى يوم القيامة الإمامة السياسية عن قيادة المجتمعات والدول وكأن إبراهيم كان إماما كان ملكا في زمنه القرآن طبعا لم يقل إن الله حصر الإمامة في إبراهيم إني جاعلك للناس إماما وإنما قال إنه جعله إماما من جيزة الآئمة الذين خلقهم الله لهداية الناس في هذا العالم ما حصر الإمامة فيه ما قال إني جاعلني الإمامة فيك هذا شكل من أشكال التدليس والعبث بعقول الناس نرجع لمفهوم الاصطفاء قلت في الفكرة الماضية إن القرآن يتحدث عن اصطفاء وظيفي لا عن اختيار عرقي يعني هو مختارش عرقية وسلالة معينة وإنما اختار كبيلة يعني اختار الأنبياء من كبيلة واحدة لأسباب تاريخية وجغرافية شرحناه في مكان آخر اختارهم للقيام بأعمال محددة وفكا لمعيار الأنسب والأصلح لهذه الوظيفة وليس وفكا لمعيار الأفضل على الإطلاق من كل النواحي يعني الله يختار النبي فلان أو فلان لأنه الأنسب للنبوة في تلك اللحظة الزمنية في تلك البقعة من الأرض في تلك البيئة بهذه الشروط وليس لأنه الأفضل على الإطلاق من كل النواحي في بيئته وعصره أو في كل زمان ومكان وإليكم هذا المثل الواضح مثل يبين أن حكاية الاصطفاء ليست يعني هكذا بفتوحة يحكي القرآن أن بني إسرائيل في يوم من الأيام طلبوا من نبي لهم هو صاموئيل كما تقول التوراة طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا مثل جالوت الفلسطيني ملك الفلسطيني ما يشتو من هذا الملك قالوا يكاتلون معه في سبيل الله فقال لهم نبيهم صاموئيل قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وطالوت هذا كان عبارة عن راعي غنم بسيط من كبيلة متواضعة قد تكون إسرائيلة وقد تكون غير إسرائيلية ليس لدينا أدلة كافية لكنه هذا الرجل البسيط كان قوي البنية وصاحب علم بسطف الجسم وبسطف العلم بنوا إسرائيل رفضوا هذا الاختيار أو تحفظوا عليه اختيار إلهي ومع ذلك تحفظوا عليه قالوا كيف يكون هذا ملك أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤتى سعة من المال بنوا إسرائيل مثل السلاليين عندنا لهم معايير محددة في الإمامة الإمام لازم يكون من سلالة خاصة من سلالة الكهنة اللاويين العلويين هنا اللاويين وهنا العلويين أو على الأكل يكون صاحب مال كثير هذه معاييرهم أما واحد هامشي هكذا من جيز الناس فقير مثل طالوت كيف يكون ملك علينا لكن معايير الله كانت مختلفة كانت مختلفة وبالتأكيد قال لهم الله قال لهم هذا شخص له ميزتان عليكم خلتني أختار الملك لهم ميزتان ما يش موجودة فيكم الميزة الأولى أنه صاحب بسطف الجسم بنية جسمية كبيرة وعظيمة وهذه ميزة تناسب القادة المحاربين في تلك الأزمان كان الملك المحارب لازم يكون بنية قوية هذا كان أوجه مثل ما كان جالوت الميزة الثانية أنه لديه بسطف العلم والعلم عندي أشرف من المال أنتم عندكم المال مهم بس عندي في معاييري العلم أشرف أشاهد فين في الآية أشاهد في الآية أنه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم اصطفاه عليكم هنا بما فيهم أنبياء كان داود موجود عليه السلام وكان الصمويل موجود فهل كان طالوت أفضل شخص في زمنه عندما اصطفاه الله بالتأكيد لا اصطفاه الله نعم لكن ما كانش أفضل أهل زمنه طالوت لم يكن أفضل أهل عصرة ولا أفضل أهل كبيلة حتى عندما اصطفاه الله بدليل أن الله اصطفاه للملك مع وجود نبيين بجوارك كما قلت هما صمويل وداود والنبي أفضل من الملك لكنه كان الأنسب للكيام بوظيفة الملك في تلك اللحظة لهذا اصطفاه الله ولم يصطفى النبيين للملك وموسى في زمنه كذلك لم يكن أفضل أهل الأرض من كل الوجوه بدليل بدليل قصة العبد الذي كان أعلم منه ألم يكن تلميذا مع العبد الذي أعطاه الله العلم اللدني إذن لم يكن موسى من كل الوجوه هو الأفضل وبدليل آخر أن هارون كان أفصح منه لسانا واعترفه بنفسه لكنه مع ذلك كان الأنسب للقيام بمهمة النبوة في تلك اللحظة وبتلك الشروط أو الظروف الزمنية مسألة الزمنية لها شروط لها مش المسألة مطلقة هكذا الله في القرآن يعلمهم ويعلمنا بهذه القصة بقصة طالوت أن العبرب بالكفاءة لا بالنسب وأن كل وظيفة لها ما يناسبها قد يكون طالوت أفضل من صموئيل النبي في وظيفة الملك وقد يكون العبد المجهول في سورة الكاف أعلم من موسى النبي المسألة إذن ما يش أفضلية على الإطلاق وإنما هذا هو الشخص الأنسب للقيام بهذه المهمة الذي يقرأ قصة طالوت في القرآن يتعجب كيف أن الله قد اصطفى هذا الرجل ليكون ملكا على بني إسرائيل ولم يصطفى النبي بجوار ليكون ملكا عليه هو الذي يقرأ قصته في التوراية يتعجب أكثر كيف أن الله قد اصطفى هذا الرجل ليكون ملكا مع أنه بعد ذلك سيؤذي النبي داود ويطارده ويحاول قتله لكن هذا العجب يزول إذا فهمنا كلمة الاستفاء بشكل صحيح إذا أسقطنا منها الهالة الأسطورية التي خلقها الناس حول هذه الكلمة الله يؤتي الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء كما يقول القرآن لكن من الغباء أن نعتقد أن عبارة من يشاء هنا تعني من يحب الله يؤتي الملك من يحب لا لأن المشيء الشيء آخر غير المحبة وغير الإرادة الله يؤتي الملك من يشاء يعني يسمح للناس بالحصول على الملك إذا سعوا إليه أي شخص يسعى للملك ويحصل عليه فقد حدث ذلك بمشيئة الله وليس ضد مشيئته هذا معنى يؤتي الملك من يشاء يعني لو أراد الله أن يمنع وصول ترامب إلى رئاسة الدولة الأمريكية لمنعه لكنه لا يفعل لو أراد أن يمنع بن زايد و بن سلمان لمنعهم من الملك لكنه لا يفعل لأن مشيئته اكتظت ترك الأمور للسنن اللي يعمل بالسنن يمشي وبهذا الترشيد في الفهم علينا أيضا أن نفهم معنى الاستفاء والتفضيل وما شابه ذلك من المصطلحات لأن هذا هو الذي يتوافق مع محكمات القرآن الكريم وإلا عن جين وكل يؤتي الملك من يشاء إذن الله رضي عن علي عبدالله الصالح ورضي عن القذافي ورضي عن بشار ورضي عن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان رضي عنهم لأنه ادالهم بدليل أنه ادالهم الملك هذا يؤتي الملك من يشاء هل تعترضوا على مشيئة الله؟ لا الأمور لا تفهمش هكذا هذه المصطلحات لازم فهمها بشكل علمي ومرشد وكذلك مصطلح الاستفاء وإلا ضربنا القرآن بعضه ببعض وعطلنا جوهرة والاستفاء في القرآن ليس خاصا بالأنبياء وليس خاصا بالناس المذكورين بأسمائهم في القرآن بل هو عملية مفتوحة يدخل فيها كل من يرغب إذا كنت راغب أنت عزيز المشاهد أن تكون من المصطفين الذين اصطفاهم الله فهذا بإمكانك لأنه كل من ورث الكتاب السماوي ودخل في الإسلام فهو ممن اصطفاهم الله كيف نعرف ذلك؟ جاء هذا في قوله تعالى بعد الحديث عن الأقوام التي كذبت الرسل السابقين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اصطفاء جماعي مفتوح كل من يدخل في الإسلام فهو من المصطفين الآية تقول إن الله اصطفى المؤمنين بالرسالة جميعا بمن فيهم العصاه إذا كانوا مؤمنين العصاه الظالمين لأنفسهم والمقتصدين في الخير والسابقين به هذه الآية تحسم الكضية لأنها تقضي على المفهوم العنصري للاستفاء وتزيل عنه الهالة الخرافية التي وضعها له التفسير العنصري الاسطفاء هنا أصبح مفتوح لكل من يريده كل من يستلم ميراث النبوة ويدخل في الإسلام يصبح من المصطفين لكن طبعا الخبثاء السلالة العنصرية لا يرغبون في تأويل الآية بهذه الطريقة يريدون اختطاف هذه الآية أيضا لأنها تشوش على فكرتهم وهدفهم فيزعمون ماذا؟ يزعمون أنها تتحدث عن السلالة العبادة التي اصطفاهم هم هم السلالة مع أنه ما فيش في الآية أي ذكر لهم ولا في أي أي كرينة ولا أي إشارة تدل على ذلك لكن هكذا يصادروا الآيات مثل ما بيصادروا المؤسسات في الدولة وكل الآيات التي تتحدث عن المؤمنين بشكل عام يحاولون الاستلاع عليها لخدمة سلالتهم في الدنيا وكأن الله يلعب معنا الغميضة الله يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهم يقولون المكسود علي بن أبي طالب أين علي في الموضوع ما تعرفش الله يقول إنه اصطفى ورثة الكتاب وهم يقولون نحن ورثة الكتاب وكأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقول ذلك بصورة واضحة ما يعرفش اللغة العربية وكأن الله أراد أن يوقعنا في الحيرة والاضطراب وكأن عباد الله الباكين مجرد كومبارس في هذه الدنيا وفي الدين بهذه الطريقة تصبح كل آيات القرآن مجل العبد والتناقض وضرب قيم الدين وقيم الإنسانية كلها يعني بعض المسيحيين قال التفليث موجود داخل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هذه نفسها بسم الآب والإب والروح القدس وهكذا إذا نحن ندخل نصادر الآيات ونأولها على ما نشتي بدون علم بدون إشارات واضحة بدون كراء واضحة القرآن بيصبح مجل العبث لكل المذاهب المنحرفة ما البهائية بتفسر القرآن بطريقة شبيهة بهذا والأحمدية بتفسر القرآن بهذه الطريقة والمسيحية بتفسر القرآن بهذه الطريقة اليهود إيدي كويهين بيقول لك إحنا معانا نص في القرآن يثبت أن فلسطين حقنا وعنده حق إذا نحن نفسر القرآن بالطريقة اللي بيفسرها السلاليون هكذا إذا كان للسلاليين الهاشميين حق في القرآن الكريم فإيدي كويهين وشامير وجماعة الكيان الصهيوني أيضا لهم حق لأن معهم نصوص صريحة أوضح يعني الله يتكلم في القرآن أنه اصطفى بني إسرائيل بشكل واضح وفضلهم على العالمين ما كان آل علي ولا آل محمد ولا الهاشميين النصوص الحقيقية الموجودة في القرآن لصالح بني إسرائيل لصالح الكيان الصهيوني إذا كنا نشتيب يعني المسألة بالكريمة الواضحة لكن القرآن القرآن لا يفسر بهذه الطريقة ولا يتعامل معه بهذا الأسلوب العبثي الآية تقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين العالمين يعني الإنس والجن في زمنهم التفسير العنصري يقول إن آل إبراهيم هم ذريته يعني كلمة آل تساوي كلمة ذرية ترادفها وهذا الفهم يدخلهم في عشرين مشكلة ويدخلنا جحر الحمار الداخلي كما يقول المثل اليمني أولاً كلمة ذرية لا يمكن أن تطابق كلمة آل الذرية الشيء والآل شيء آخر وإلا قلنا إن ذرية آدم هم آل آدم هل إحنا بنسمي أنفسنا آل آدم ولا ذرية آدم بني آدم القرآن لا يسمينا آل آدم وأن ما يسمينا بني آدم يا بني آدم وإبراهيم عندما طمع في الخير سأل ربه قائلاً ومن ذريتي ولم يقل ومن آلي عندما تحدث الله عن آل إبراهيم قال إنه اصطفاهم إن الله اصطفى آدم ونوحه وآل إبراهيم لكن عندما تحدث عن ذرية إبراهيم عندما تحدث إبراهيم عن ذرية أجابه الله أشكال لا ينال عهد الظالمين هذا معناه أن آل إبراهيم مفهوم مختلف عن ذرية إبراهيم لأنه لو كان الآل هم الذرية ما هو قال اصطفاهم ليش عادي يكون لا ينال عهد الظالمين إذا كان آل إبراهيم هم ذريته فلماذا يذكر آل عمران أيضاً بشكل خاص ومستكل مع أنه من ذرية إبراهيم لأن الآل شيء مختلف طيب لماذا لم يذكر آل علي وآل محمد اللي يدوشون لماذا هذا الغموض هل يتعمد الله التشويش علينا حاشا لماذا يذكر آل عمران الذين ماتوا وانتهوا ولم يعد لهم تأثير على مستقبل الدين ولا يذكر آل محمد الذين هم مستقبل هذا الدين كما يزعمون كما يزعم التفسير العنصري كيف؟ يعني يذكر كلب أهل الكهف وينشى علي يذكر الخلخال الذي في كدم المرأة وينشى الإمامة هل هذا معقول؟ من الأهم؟ آل عمران أم آل محمد؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يعتمد على ذرية هؤلاء سواء الأنبياء أو غيرهم إذا كان بيعتمد عليهم في حملة الدين وإمامة الناس فلماذا كطع ذرية النبي من الذكور النبي محمد ما هي الحكمة؟ لماذا لم تستمر رسلالة النبي في الذكور؟ ولماذا لم ينقل الأمانة؟ يعني لماذا نقل الأمانة إلى ابن عمه؟ لماذا كانت موجودة في محمد؟ ليش انتقلت لابن عمه؟ ما هي الحكمة؟ ما هو الشيء المميز الذي كدمته ذرية علي بن أبي طالب إلى الآن للإنلاس للإسلام أو للبشرية لماذا يتحدث السلاليون عن بني هاشم ولا يتحدثون عن بني إبراهيم؟ من أن جابوا بني هاشم هذه؟ هاشم هذا هو الجد الثاني للنبي لماذا توقفوا عند الجد الثاني؟ لماذا لم يتوقفوا عند الجد الثالث مثلا؟ ويقولوا إحنا بني عبد مناف عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لماذا توقفوا عند هاشم؟ ليش ما راحوا عند الجد الثالث أو الرابع أو الخامس كلهم من ذرية إبراهيم الجواب لأن القضية ليست من الدين في شيء ما هيش قضية الدين لو انتسبوا إلى الجد الثالث اللي بعد هاشم مباشرة هيدخل معهم بني أمية لأنه بني أمية من بني عبد مناف أخوه هوهم هيا العمم وهم ما يشتروا شدخلوا بني أمية هيا القضية يعني واضحة أنها لعب عيال وأمور دنيوية والسؤال الأهم هو ما علاقة الإسلام بسلالة هاشم ما علاقة الإسلام بدأ مع محمد ما دخل هاشم اللي جاء قبله ما دخل هاشم وسلالته وهم جاءوا قبل محمد وقبل الإسلام يعني لماذا تصرف لهم أحكام فقهية والزكاة لا تجوز عليهم هذا جاءوا قبل الإسلام الإسلام جاء بعد هاشم هذا كان مشرك أبو طالب كان مشرك أبو لهاب كان مشرك كل الهاشميين ما قبل محمد كانوا مشركين كيف دخلوا في الحسبة معنا قال لك احنا بني هاشم ولكي تعلمون انه مجرد ارتزاك من ظهر الدين تعالوا نستمع الى عينة بسيطة لواحد من هؤلاء السلاليون او من هؤلاء السلاليين هو علي جمعة علي جمعة هذا مفتي مصر السابق وهو احد اشهر القتلها الان في مصر هو احد المنتسبين الى السلالة الهاشمية والمنتسبين الى الجماعات الصوفية والصوفية هي الحديقة الخلفية للتشيع والفكرة السلالي هذا الرجل اشتهر بوقوفه مع انكلاب السيسي وتحريضه على كتل المتظاهرين في رابعة هو صاحب العبارة المشهورة اضرب في المليان وهو صاحب عبارة ان الاخوان هم كلاب اهل النار هذا الرجل ادخل الاخوان المسلمين النار هو نفسه الذي ادخل الاخوان النار وهو نفسه الذي اخرج ابو لهب من النار يقول لك الاخوان كلاب اهل النار بس ابو لهب حيخرج من النار لن يخلط في النار ليش لانه هاشنو ابو لهب الذي قال فيه القرآن تبت يدى ابي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب هذا حيخرج من النار عند علي جمعة لماذا يحاول علي جمعة اخراج ابو لهب من النار واخراج ابو طالب ايضا لانه يفكر بطريقة عنصرية سلالية لانه مسكن بالفكرة العنصري مثل غير من السلالين عندنا تعالوا نستمع الى هذا المقطع الدرامي قلنا لهم ايه قالوا ابو لهب ربنا نزل في قرآن تبت يدى ابي لهب وتب ما اغنى عنه مالوه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحاط قلنا لهم ودي فيها ايه محال دي ده بدا خبر ده بيقولوا انت راح في دهية وقتدخل النار قال لا مش ابو لهب ده مأمور بالايمان قلنا لهم اه مأمور بالايمان قال طيب هو مأمور انه يؤمن انه هو مش مؤمن او مأمور قلنا لهم لا هو مأمور مش انه يؤمن انه هو مش مؤمن علشان تيجي التكليف بالمحال يؤمن طب خلاص هو دخل الامان هو انه هو مش مؤمن لا مهاش كده امور ايه ده هو يؤمن انه هيدخل النار هيدخل النار حتى لو كان مؤمنا بس التوخد بالك يعني هو المطالب بيه هيقول لك طب انا امنت امنت بايه ابو لاب امنت ان انا في النار ماشي يمكن ربنا يعطو عنك زي ما عفى عن سيدنا اسماعيل هيجي لك بقى في يوم الايامة يقول لك انت صدقت ان انا هدخلك النار قال له اه وامنت بكده وامنت بمحمد وامنت عجبتني الطريقة الكيميائية اللي سوها لتأويل المسألة يعني ليس هناك شيء خفي او غامض كل شيء بات واضح مكشوف للناس لكن هناك من الناس من يحب ان ان ينخدع من يحب اتباع المتشابه والغامض ويتجاهل البين الواضح بسبب مرض في كلبه وعقله وتكون النتيجة ان تدفع المجتمعات اثمان ضاهظة من استقرارها وتنميتها وكرامتها بسبب هذه الافكار الكاتلة التي لا يمكن ان تظهر في المجتمعات المحترمة المجتمعات المحترمة تجرم الافكار العنصرية وتعاكم اصحابها والمجتمعات غير المحترمة تسلم ركبتها للدجالين لكي يضحوا بها في كل مناسبة يعني فكرة مثل هذه لا يمكن ان نجامل فيها مهما كان لدينا اصدقاء مهما كان لدينا اقارب مهما كان لدينا ناس احبة ونطفاء من هذه السلالة موضوع ما لهش علاقة بالاعتبارات الشخصية لا هذا لوح علاقة بمصير المجتمع باستقرار المجتمع بمصير ذرياتنا ومستقبلهم الامور هذه لا تأخذ بهذا الشكل هذه امور ينبغي ان يحسن فيها بشكل حاسم وقاطع تأملوا سيرة النبي كيف كان حاسما جازما قاطعا في مسألة مثلا بني اسرائيل في موضوع بني القريضة كان حاسما في هذا الموضوع لدرجة انه المسلمين المسلمين العاديين اليمنيين من الاوس والخزرج للأسف كانوا يتضرعون له ان يعفوا عنه ان يعفوا عن من عن من حاصرهم وكاتلهم وتكبر عليهم وتعنصر عليهم وادعا انه فوقهم ارقا وفضلا هكذا دائما اليمني هذه طبيعة لكن النبي كان حاسما تماما معهم وكان لابد ان يكتل مكاتلتهم ويخرجوا من المنطقة برمتها هكذا النبي كان حاسم في مثل هذه الموضوعات لانه كانوا خوانا غدارين عنصرين الى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله اشتركوا في القناة